السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة دقائق تقنية في فيديو جديد في هذا الفيديو سنقدم أفضل ثلاثة هواتف في الفئة الاقتصادية لسنة 2020 في الجزائر فأسعار هذه الهواتف تكون أقل من 3200 الف فهي تقدم مواصفات رائعة مقابل السعر لذلك إذا كان لديك مبلغ حوالي ثلاث ملايين وتريد شراء هاتف أنصحك بهذه الهواتف التي سأعرضها في هذا الفيديو لكن خوتي قبل ما نبدأ الفيديو دعمونا بجامز الفيديو باتحفزونا على تقديم هذا المحتوى والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسلك كل ما هو جديد هيا نبدأ الهاتف الأول وهو الريدمي 9 فهو يقدم مواصفات رائعة مقابل السعر ومن أفضل الخيارات في الهواتف الاقتصادية لسنة 2020 إن لم يكن الأفضل فهو يتفوق على هواتف هذه الفئة من كل الجوانب من حيث المعالج والشاشة والبطارية فشاشة الهاتف كبيرة وبحجم 6.53 إنش وبدقة الفل HD بلاس فتعتبر ممتازة بالنسبة لسعر الهاتف والتصميم أنيق ويشبه إلى حد كبير تصميم هاتف الريدمي 8 برو والمعالج يقدم آداء قوي ويسمح لك بالتمتع حتى بالألعاب الثقيلة كالبوبجي حيث يشغلها بجوزة الهاتف وعلى إعدادات الهاي لذلك فآداء الهاتف ثابت وجيد فهويات بمعالج ميديتيك هليو جي 80 بنمارية 12 نانو متر كما أن الكاميرات تأتي رباعية خلفية الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا السلفي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل فهي تقدم آداء مقبول وتوجد كاميرا تصور بزاوية عريضة لن تجدها في هواتف بهذا السعر وبطارية الهاتف كبيرة وبحجم 5020 ميلي أمبير مع قوة شحن 18 وات لذلك إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي متكامل وبهذا السعر فسيكون الخيار الأفضل وأما سعره في الجزائر نسخة 64 جيجا فرام يدير 3 ملايين و280 ألف ونسخة 32 ثلاثة جيجا فرام يدير 3 ملايين و70 ألف والهاتف الثاني وهو الريلمي C3 هاتف فئة اقتصادية يقدم وصفات جيدة مقابل سعره فنقاط قوة الهاتف المعالج والبطارية الكبيرة بالنسبة لهذه الفئة لذلك فهو مناسب لفئة الجيمرز الذين يعشقون الألعاب وبسعر في حدوث 3 ملايين فتصميم الهاتف عصري وجذاب كعدد شركة ريلمي رغم أن خمات الهاتف من البلاستيك ويعتبر أول هاتف يأتي بمعالج ميديا تيك هيلو جيو 70 والذي يتفوق بمراحل في الآداء والاستعمال اليومي على معالج سناب دراجون 439 الموجود في هواتف المنافسة في هذه الفئة الاقتصادية كهاتف سامسونج A01 ويتفوق على معالجات الإكزيونوس الموجودة في الهواتف المقاربة له في السعر ويقارب آداء معالج سناب دراجون 665 الموجود في هاتف الريد بثامنية وكاميرات الهاتف مقبولة ويأتي بكاميرتين خلفية الأساسية بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل والبطارية بحجم 5000 ميلي أمبير مع قوة شحن 10 وات وشاشة الهاتف ممتازة وبحجم 6.5 إنش وبدقة رفل أش دي ومحمية بتبقة حماية من نوع كورمين جوريلا جلاس الجيل الثالث والهاتف مقاوم لرذاب الماء لذلك فأداء الهاتف خرافي بالنسبة للسعر ومن أحسن الخيارات لمحبي أي الجيمرز في هذه الفئة وأما سعره في الجزائر نسخة 32 3 جيجا فرام يدير ثلاث ملايين والهاتف الأخير والثالث وهو إنفينيكس هوت 9 بلاي ويعتبر الأرخص من بين هذه الهاتف التي ذكرناها ويعتبر أكبر شاشة في هذه الفئة مع البطارية العملاقة كما أن التصميم عصري ومقبول مع ألوانه الجذابة فشاشة الهاتف تعتبر الأكبر في هذه الفئة الاقتصادية وتاتي على شكل النطس وبحجم 6.82 إنش بجودة الـ HD Plus ولا تتوقع أداء قوي من الهاتف بفضل المعالج المتوضع ولكن لا بأس به في هذه الفئة السعرية وهو يأتي بمعالج من نوع ميديا تيك هليو بي 22 بعممارية 12 نانومتر لذلك فهو لا يضمن لك تجربة ألعاب ممتازة وكاميرات الهاتف تأتي بكاميرا مزدوجة الأولى بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل لذلك فالكاميرات تقدم آداء لا بأس به في هذه الفئة وبطارية الهاتف عملاقة وهي الأكبر في فئتها السعرية وهي بحجم 6000 ميلي أمبير وتصمد معك للعمل لفترة طويلة وأما سعره في الجزائر نسخة 64 جيجا فرام يدير زوز ملايون 30 ألف ونسخة 32 جيجا فرام يدير زوز ملايون 520 ألف وفي الأخير هذه أفضل ثلاثة هواتف الفئة الاقتصادية بسعر حوالي 5 ملايين لذلك أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لتحفيزنا أن نقدم المزيد إلى اللقاء عزيزي المشاهدين